ومن موجزة الأخبار سوف ننتقل الآن إلى أبرز عنوين الصحف المحلية والعربية والمواقع الإلكترونية الصادرة لهذا الصباح بداية هذه الجولة ستكون مع صحيفة الأخبار سباق الأمطار الأخيرة بين التعيين والتمديد استشير وقائع المشاورات بين القوى السياسية إلى عدم حصول أي تبدل في المواقف ففي مقابل إسرائيل رئيس الوطني الحر النائب جبران باسيل على تعيين قائد جديد ورئيس للأركان ومديرين للإدارة والمفاتيشية العامة بمرسوم جوال يوقعه كل الوزراء تستشرس غالبية القوى السياسية خصوصا المسيحية وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية وحلفائه في تمديد لقائد الجيش هذا ولا يمانع حزب الله خيار التمديد بسبب ظروف الأمنية الحساسة ولا التعيين الذي أظهر تجاوبا أكبر معه أخيرا مؤيدا تعيين مدير المخابرات العميد توني قهوجي لهذا المنصب غير أن الحزب لا يتبنى على الأرجح طرح باسيل كاملا خصوصا فيما يتعلق بالمرسوم الجوال وبحسب مصادر مطلعة الحزب كان واضحا بأن التعيين يكون بحضور وزير الدفاع موريس سليم جلسة لمجلس الوزراء وتوقيعه على المرسوم ممثلا التيار هنا تجزم مصادر مطلعة أن التمديد عاد إلى التصدر كخيار الضرورة خصوصا أن هناك ضغوطا خارجية للدفع إليه لسيما من واشنطن والدوحة فضلا عن الموقف المسيحي العام والمؤيد تحت غطاء من البطريارك ماربشارة بوتروس الرعي هذا وقالت المصادر لصحيفة الأخبار أيضا أن بسيل في موقف حريج للغاية خصوصا أمام الرأي العام المسيحي الذي يسأل كيف يوافق على تعيين قائد للجيش في ظل الفراغ الرئاسي وأيضا يعني تتابع صحيفة الأخبار فبعدما قاد بسيل معركة ضد تعيين حاكم جديد لمصر في لبنان وهو كان قد اتهم الحكومة الحالية بأنها ساقطة ولا شرعية لها وأن كل القرارات التي تختخذها هذه الحكومة غير دستورية وفي الصياق تلفط المصادر إلى حراجة وضع الفريق الحكومي فحتى لو توافر نصاب الثلثين في مجلس الوزراء لإقرار التعيين فالقرار سيواجه ردة فعل مسيحية كبيرة ستكون لها نتائج سلبية على التالي الوطني الحر الذي قد يضطر للتراجع عن فكرة التعيين في حال لم يستطع فرض آلية المرسوم الجوال من صحيفة الأخبار سوف ننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية بري وضرورات المرحلة إذ يقول الرئيس نبيه بري أن الفرصة المتاحة في أي وقت لانتخاب رئيس للجمهورية ولكن شرط أن تتوفر الإرادة الصادقة لدى المكونات السياسية لإتمام هذا الاستحقق أما في المقرب الآخر فلا حياة لمن تنادي فبدل أن توقض صرخة بري النائمين على مخدة التعطيل في موضوع الرئاسة وعلى قاعدة أشهد أن بلغت تتغير كل المعطيات وكل الأمور وفي ملف قيادة الجيش ومنعا لأي لبس أو محاولة البعض من أصحاب المشكلة تصدير تعقيدات هذا الملف إلى غير مكانها الأصلي حدد رئيس المجلس موقفه بأنه مع التمديد لقائد الجيش وذلك إن رسى التوافق على هذا الأمر وهو مع تعيين قائد جديد للجيش إن رسى التوافق على هذا الأمر أيضا ونقطة على السطر والقرار الأكيد في هذا الشأن هو في يد الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية نعم من صحيفة الجمهورية سوف ننتقل الآن إلى صحيفة النهار كيف يقرأ حزب الله وضعه العسكري على الحدود في اليوم الخمسة وأربعين على انطلاق المواجهات في تلث الأول من الشهر الثاني على بدء المواجهات على الحدود الجنوبية من فك حزب الله يبدي إصرارا على أمرين مترابطين الأمر الأول هو خوضه غمار المواجهة بقدر كبير من الصمت إصوى استطراضا عدم الكشف عن أوراقه أو حتى التلميح بإعطاء تعهدات توحي بأنه ليس في وارد الذهاب إلى المواجهة الثاني الأمر الثاني أسراره اليومي على تطوير أدوات المواجهة وأنماطها مع ألية الحرب الإسرائيلية والتي بلغت ذروة استنفارها وغضبها إن من حيث المدى الجغرافي أو لجهة ادخال أنواع جديدة من الأسلحة إلى الميدان وعليه نجح الحزب أخيرا نفق معطياته في تحقيق إنجازات ميدانية من خلال الآتي أولا تدمير جزء من الجدار الإسمنتي العازل الذي أمضى الجيش الإسرائيلي أكثر من عشرة أيام في بنائه على طول الحدود وتحديدا عند نقطة طلة الراهب قبالة بلدة عيت الشعب وهذا الإنجاز هو عبارة عن خرق واسع لهذا الجدار بعلو 12 متر وبعمق أربعة أمتار ويمكن اعتباره ممرا سهلا أمام أي مجموعات تريد العبور منه لاحقا لدخول الجليل الأعلى المحتل ويصعب على الاحتلال في الوقت الراهن ترميمه وسد ما يحصل في هذا الإطار يضاف إلى الهجمات الصاروخية اليومية والتي استهدفت كل المواقع الإسرائيلية المتقدمة ثم تم علومات أمنية تذكر أن جيش العدو الإسرائيلي اضطر تحت وطأة تلك الضربات إلى أن يخلي عمليا خط دفاعه الأول وأن ينقل ثقله العسكري إلى خط الدفاع الثاني الموجود على عمق يتراوح بين 5 و9 كيلوماتر داخل حدوده هذا الأمر يعني أن الحزب يملك بانك معلومات استخباراتية وقاعدة بيانات دقيقة ومتطورة تصعيد الحزب لم يتوقف عند حدود ذلك بل أضاف إليه إدخال أسلحة متطورة للمرة الأولى وهي المسيرات الهجومية المفخخة صاروخ أرجو ولم يسبق للحزب أن أدخله في المواجهات سابقا إضافة إلى قضائف الكورنت المعدلة عن المعدلة بضافة طبعا إلى الدشم والسواتر الحصينة إضافة إلى ذلك يدخل اليوم صاروخ بركان والذي أسهب السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله في الحديث عن مزياه وخصائصه وقوته التدميرية في أطلالته الأخيرة وثمت في الحزب من يتحدث عن أن هذا الكشف بهذه الطريقة هو عبارة عن رسالة ومؤداها أن هذا الصاروخ أتحدث عن صاروخ بركان إنما هو نموذج أولي لما نختزنه في ترسانتنا ونريد تاليا إبلاغكم بأن لدينا ما بعد بركان أو ما هو أفعل من هذا الصاروخ هذا ويعتبر الحزب أيضا أن أداءه في المواجهات الحدودية عبارة عن رسائل مثقلة بالدروس فهو رفع على سبيل المثال عملياته اليومية من هجمات وصواريخ موجهة وقنص وقصف إضافة طبعا إلى 15 عملية قامت بها المقاومة الإسلامية في 48 ساعة الماضية وهو رقم قياسي أقدمت عليه المقاومة الإسلامية في عملياتها العسل